كان في حفلة تخريق عشرات من حفظة القرآن الكريم صحيح ما شاء الله منطقة الفاتح تعجوا بكورسات القرآن كورس القرآن يعني في منطقتنا وخصوص المنطقة التي أسكن فيها اسماعيل آغا نسبة لشيخ الإسلام في الدولة العثمانية اسماعيل أفندي وهو مدفون في نفس المسجد يعني مسجد اسماعيل آغا رحمة الله هذا شيخ الإسلام كان له باع طويل في العلم والتعليم وتحفيظ القرآن وأخذ عنه الأتراك هذه الطرق الرائعة في حفظ القرآن وجماعة محمود أفندي هنا في تركيا يعني الجماعة الأكبر في تركيا بهذا الشكل المتناسق والمتألق في حفظ القرآن ولدي أنس حفظ عندهم في كورس في فلوريا لهم يعني في كل مكان ما شاء الله يجلس الطالب عندهم سنتان متواصلتان يتعلم فيها أحكام التجويد باللغة التركية والفقه الحنفي باللغة التركية أيضا ويحفظون القرآن خلال سنتين لكن ولدي أنس الآن أصبح في العشرين من العمر ما شاء الله كان ذلك في السادس عشر من عمره نهاية الخامس عشر يعني وضعته هناك يعني اشتاق إلى البيت فشغل مثل ما نقول نحن التوربو وقطع مسافات طويلة بأربع أشهر حفظ القرآن فضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله الله أكبر بمعدل خمس صفحات كل يوم في أربع أشهر ما شاء الله في أربع أشهر يعني هناك طبعا دراسات أقول للسادة والسيدات المشاهدات أن هناك يعني طرق وأساليب لتحفيز القرآن منهم من وضع مخطط في شهر حفظ القرآن في شهر يعني كل يوم يحفظ عشرين صفحة موجود هذا طبعا فيه طفرات فيه ناس أزكياء جدا وعندهم الحفظ يعني كما نشرب نحن الماء يعني فيه شهر حفظ القرآن فيه شهر حفظ القرآن فيه شهرين حفظ القرآن فيه أربع أشهر حفظ القرآن فيه سنة حفظ القرآن فيه سنتين من يحفظ القرآن فيه سنتين يعني يحفظ كل يوم صفحة من يحفظ القرآن فيه سنة كل يوم عنده يحفظ الصفحة وأربعة شهور خمس صفحات كل يوم محمد لله من هذه المعاهد وهذه الكورسات ترعى طلاب العلم في تركيا وتركيا معلومة هي من إحدى الدول القوية طيب قبل أن نذب لتركيا حضرتك تحدثت عن نجل حضرتك وعن إتمامه الحفظ القرآني الكريم في قضون أربعة أشهر دعنا نلقي نظرة على تلك الصورة التي لدينا لو يسمح لنا مخرج البرنامج بعرضها طيب دي أو هتكون جاهزة أستاذ ذاكي نعم طيب أنا ملاحظ أنه الإخراج التلفزيوني ما شاء الله هو أكبر يعني شايف الكدرات تم تأخذها بطريقة احترافية يعني تم أخذها بالفعل بشكل رائع طيب هنرجع للإخراج التلفزيوني لكن الصورة جاهزة هذا في حفل أصلا تخريجه حافظا للقرآن وصنعت له حفلا كبيرا ودعوت إليه العلماء والمشايخ الحمد لله ربا الله يرضى عليك يا أناس ما شاء الله ربنا يبرك فيه أناس الآن أول سنة هندسة كمبيوتر ما شاء الله أنا أحب أن أكرر دائما نحفظ القرآن يا شباب يا بنات لا يمنعكم من الحياة الدنيا أبدا لذا ابني والذي يعشق الكرة هو يتابع الكرة ويتابع دروسه ويتابع قرآن ويتابع السباحة يعني ما محروم من أي شيء أبدا ما شاء الله فحياتنا الحمد لله حياة طيبة قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحة من ذكرين أو أنثى فلا نحيينه حياة طيبة ما شاء الله فما في أي شيء يمنعك من حياة الالتزام نحن ملتزمون والحمد لله نصلي الصلوات في أوقاتها الحمد لله ونقرأ القرآن ندرس القرآن وهكذا الحمد لله ما في شيء يمنعنا من متع هذه الحياة نأكل أفضل للطعام الحمد لله ونسوحه في الأرض نذهب إلى السيران مثل ما بقولوا أهل الشام نروح على السيران ونأكل ونشرب ونلبس ما هو السيران؟ السيران هو السيران يعني من السير نعم من المشي السير في الأرض جميل ما شاء الله الله يبارك فيكم حبيبي اشتركوا في القناة